في محاولة جديدة لذر الرماد في عيون المتظاهرين التقى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عددا من جرح التظاهرات في ذيقار في استعراض إعلامي آخر لبيع الوهم دون الالتفات لمطالب المتظاهرين الحقيقية سلسلة طويلة من الوعود والتصريحات أطلقها الكاظمي لثوار تشرين لم تجد لها أثرا في أرض الواقع ولم تلقى آذانا صاغية في ساحات الاعتصام التي عادت لتكتظى من جديد بالمطالبين بمحاكمة قتلة المتظاهرين والاستجابة لباقي المطالب التي رفعت من أول يوم في عمر الثورة لينضم إليها تظاهرات الخريجين المطالبين بإنصافهم والقضاء على الفساد والمحسوبية وتجمع المتظاهرون الوافدون من أحياء العاصمة بغداد ومن محافظات أخرى قرب بوابات المنطقة الخضراء على الرغم من إغلاق القوات الحكومية وسط بغداد والشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء تحسبا للموجة الجديدة من التظاهرات الرافضة لسياسة المماطلة الحكومية والتغطية على الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وأطلق الثوار هتافات تتعاهد بطرد جميع الأحزاب وإسقاط الفاسدين ومحاسبة قتلة الثوار على جرائمهم ضد الشباب العراقي النقمة الشعبية المتزايدة من الأزمة الاقتصادية وانهيار الخدمات ياسيما في القطاعين الصحي والخدمي مع تواصل انقطاع التيار الكهربائي ألهب حماس المتظاهرين الذين أكدوا أن عمليات القمع لن تثنيهم على المضي قدما حتى تحقيق أهدافهم مهما كلف الأمر مشيرين إلى أن الانتخابات المبكرة لن تغير من حقيقة الواقع الوزر الذي يعيشه العراق تحت سلطة الساسة الفاسدين والميليشيات التي تتحكم بمصير البلاد ويؤكد ناشطون أهمية عودة التظاهرات في ظل استمرار ترد الأوضاع والفساد المالي والإداري مشيرين إلى أن الوعود التي تطلقها الحكومة الحالية لا تختلف عن الوعود التي يسمعها العراقيون منذ سنوات وأن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يأتي من داخل نظام المحاصصة الطائفية الفاسد ترجمة نانسي قنقر